اسمي ياري شناعة جيت من سوريا دارسي ادى فرنسي خالصة جامعة جيت لهون ب 2015 كيف شغلات حبيتها بالبلد هون الشي اللي لفت نظري هو نظافة الشوارع الشعب الطيبي اللي بيحسك انه انت ببيتك معون عايش معنك غريب عنه ما بتشعر ابدا بالغربة معون أنا هلأ هون صرت مسؤولة سلوتل برسون الخزون تايد سلوتل برسون الخزون تايد هو كل شي بيتعلق بمجال الصحة أنا بعطي نصائح عن الأكل الصحي والحياة الصحية طبعا الحياة الصحية اللي ضمن الحركة والرياضة الشي اللي كتير حلو اللي بشوفه ب هولندا انه في كتير ناس بتعمل رياضة الصغار الكبار الشباب المسنين فهذا شي كتير حلو أنا وقت كنت بالشام كنت أعمل آيروباك وأمشي كتير هون بعضني بمشي كتير بس هلأ عم بعمل شي أكتر انه أنا عم بضفت له هالشي هو البسيكلاتي دايما بروع البسيكلات بسوق بسيكلات أنا من خلال الرياضة بشعر بحيوية ونشاط كتير وحتى بحس راسي فاضي من كل شي ومرتاحة والشي التعني انه من خلال الرياضة والحركة أنا بتعرف عناس كتير هوني وبسي عندي احتكاك معهم أكتر وكمان كتير منيح انه اتعلم اللغة بشكل أحسن اتقنى يعني ونفس الوقت يعني شكل طبيعي بشوفها كتير حلوة الرياضة بالنسبة إلي يعني شي مميز إلي الرياضة هلا بي هولندا فيك عندك كتير طرق انك تتحركي فيك انتي تتنزهي فيك تروحي على البسيكلات لحالك او مع قروب وفيها الام كمان تروح مع ولادة على حديقة الالعاب وهذا بتمرسي بحياتك اليومية كتير سهل وما بيكلفك شي هلا اذا حابب تدرب او انه تعمل مسابقة مع فريقك فيك تروح على نوادي وصالات رياضية وهي طبعا لازم تدفع عليها مصاري بيتكلفك مصاري هون بي هولندا الصباحة كتير مهمة الولاد بيروحوا هن وصغار يصبحوا فكتير مهمة إلهم الشهادة اللي هي الديبلوما هلا اذا تعمل رياضة انت وما بتعرف وين وكيف فانت عندك دايما هون ناس تساعدك بتسأل اما عن طريق المحيط اللي انت عايش فيه او انه عن طريق الناس اللي بتساعد اصحاب الاقامات ان كان بالمحافظات البلدية او الفلوغتيلينج فيرك وكمان بكل بساطة فيك انت تبحث عن طريق الانترنت اي معلومة بتدكيها